فيلم زاروم من اخراج كريستيان فولكمان الفيلم بيبدأ بكيت ومات وهم معزلين لبيت كبير جديد وبيبقوا مشغولين بتوضيبه وترتيبه من اول وجديد وهم بيوضبوا البيت مات بيكتشف قوضة جديدة مستخبية ورق وراء الحائط ومات بيشيل الورق ده وبيلاقي ان مفتاحها هو اللي كان فكره خردة ورماء فبيرجع يجيبوا عشان يفتح القوضة وبيندع على كيت عشان يشوفوا ايه القوضة دي وبيبقوا مصدومين وهم لسه دخلين القوضة بيلاقوا الكهرباء ضربت فبيتصل مات بشركة الكهرباء وبالليل بيسمعوا صوت جاي من القوضة مات بيخاف بس كيت ما بتهتمش وتاني يوم بيدخل مات القوضة اللي لقوها وبيلاقيها قوضة عادية جدا وكيت بتندح عليه عشان مندوب شركة الكهرباء جيه وبيلاقي ان اسلاك الكهرباء قديمة جدا وبعد ما خلص تصليح وماشي المندوب بيقول لي مات انه مستغرب انه في حد اشترى البيت اخيرا وبيحذروا عشان يمشي منه ومات ما بيقاش فاهم ليه هو البيت ماله وبيرجع مات يدور على النت عن قصة البيت وبيعرف ان البيت ده سنة 1975 حصلت فيه جريمة قتل والقاتل فيها اسمه جون دو ارتكب في البيت مجزرة دموية قتل فيها زوج وزوجة كانوا عايشين في البيت واتحكم على جون دو بالسجن مدى الحياة في مصحة عقلية وبيروح بعدها مات يتطمن على كيت وبيلاقي رجل واخداله القوضة الجديدة اللي لقوها وبيبقى معاه ازازة خمرة ولما بتخلص بيتدايق مش قادر يقوم يجيب واحدة تانية فالنور في القوضة بيفصل لثواني ولما بيرجع مات بيلاقي ازازة تانية وبيتفزع جدا وتاني يوم الصبح كيت بتفضل تدور علامات لغاية ما بتلاقيه في القوضة الغريبة دي ومعا لوحات اصلية كتيرة ولما بتسألوا جيبتهم منين قال لها القوضة دي مصحورة اتمني اي حاجة وبتتمنى كيت 1000 دولار وبتلاقيهم وبعدها بتتمنى مليون دولار وبرضو بتلاقيهم كيت بتبقى مرعوبة ولكن مات مبسوط وبيكنع عن بقى معاهم كنز كبير وبقوا بيطلبوا حاجات كتيرة قوي من القوضة وكل يوم بيقضوه بشكل مختلف وفي يوم مات بيبقى عامل لكيت مفاجأة وبيجيب لها سرير طفل كيت بتبقى مخدودة وبيقول لها انهم بالقوضة دي بقى معاهم فلوس ومفيش مانع للمحاولة لانجاب طفل كيت بتبقى رفضة ومات بيحاول يكنعها بس في مرة بيسمعها بيتكلم حد ولما بيدخل القوضة بيلاقيها تمنى الطفل من القوضة السحرية وبيتعصب جدا لان مش ده اللي كان يقصدوه وان الطفل ده مهما حصل مش ابنهم وبيكنعها انهم يروحوا القوضة عشان يرجعوه بس كيت ما بتقدرش وبعدها مات بيدور اكتر في قصة القاتل جون دو وبيلاقيه في التحقيقات بيقول ان القوضة هي اللي خلتني اعمل كده فبيكرر مات يروح له عشان يفهم منه وجون دو بيبقى غريب قوي وبيكلمه عن القوضة وانها سحر فمات سأله قتلت اللي اتنين اللي في البيت ليه قال له دي كانت الوسيلة الوحيدة وبينصحوا انه يخرج من البيت قبل فوات القوان وبيروح بعدها مات يحط بنزين وبيجي حاسب بيلاقي ان الفلوس اللي في جيبه اتحولت لطراب وبيروح البيت بسرعة يشوف اللوحات اللي عنده وبيخرجها بره البيت فبيلاقيها بتتحول لطراب وبيفهم مات ان كل حاجة القوضة بتحققها لما بتخرج من البيت بتتحول لطراب وبتخرج كيت مع ابنها السحر بره ومات بيحاول انه يمنعها بس كيت بتخرج وبتلاقي ابنها بيتحول وبتخاف عليه وبتدخل بي البيت بسرعة بيلاقوا الولد كبر وبقى عنده ييجي تسع سنين وبتعرف كيت ان مات مخبع عليها حاجة وقال لها انه قابل جون دو وحكى لها انه كل حاجة بتتغير لما بتخرج بره البيت مات وكيت ما بيبوش مصدقين اللي بيحصل ولكن عليهم انهم يتعايشوا مع الموضوع وبتبدأ كيت تعلم الطفل السحري اللي سموه شين الاراية والكتابة في البيت وشين بيكبر وبيبقاله طلبات كتير عاوز يخرج ويلعب وهو الطفل مش هيفهم انه مش هيعرف يخرج بره وفي مرة شين بيستغل انشغال امه كيت وبيفتح الباب وبيخرج ايده من الباب وبتجري عليه كيت وبتفضل تزعقله وبتقرر انها تتربس كل الشبابيك والبيبان ومات بيقول لها انه مش هيقدر يعيش كده فبتتعصب عليه وبتقوله لو عاوز تمشي امشي وفي يوم شين بيدخل القوضة السحرية فضول منه ومات بيترده منها فشين بيتخض ولعبته بتقع منه تتكسر وبيجري كيت بتيجي على الصوت وبتتخانق مع مات وبيسمعهم شين من ورا الباب وبيعرف ان القوضة دي مسحورة وانه جاي منها تاني يوم الصبح مات بيصحى وبيلاقي لعبة شين متصلحة وبيستغرب جدا وبيعرف ان شين دخل القوضة ولما مات بيدخل القوضة بيلاقيها تحولت الغابة وشين بيلعب فيها وبيعرف مات ان شين تمنى ان القوضة طب زي الغابة اللي قدام بيتهم فمات بياخد شين وبيتعصب عليه وبيتردوا من القوضة وبعد اخناء مات بيقنع كيت ان شين طفل زكي لانه وهمي مش طبيعي وانه ممكن يستغل القوضة دي في حاجات خطيرة زي انهم لو تخنقوا معاف مرة ممكن يتمنى مسدس ويقتلهم او حتى تنين وشين بيبقى بيسمعهم من ورا الباب التليفون بيرن وشين بيرد بيلاقيه جون دو وبيعرف جون دو ان مات وكيت اتمنوا الطفل من القوضة وبعدها مات بياخد التليفون من شين وجون دو بيقول مات مبروك على الطفل وساعتها بيعرفوا انه هو كمان كان امنية وكان لازم عشان يعيش في العالم الطبيعي يقتل اللي اتمنوا للدنيا وعشان كده هو قتلهم وقال له مش قلتلك قبل كده ان هي دي الوسيلة الوحيدة كيت بتبقى على الخط التاني وسمع المكالمة وبعدها بفترة كيت ومات بيصحقوا من النوم بيلاقوا شين بقى عنده 17 سنة مثلا وانه استغل نومهم وخرج برا البيت وبيطلع مسدس عشان يقتل مات لانه بيكرهوا وشين بيعرف انه عشان يعيش لازم مات وكيت يموتوا مات وشين بيتخنقوا وكيت بتتخبط بتفقد الوعي ولما بتفوق بتلاقي مات معاها وبيقول لها ان شين تصاب برصاصة وانه اضطر يخرجوا برا البيت لغاية ما يتحولوا طراب وبتتصدم كيت جدا بس بتحاول تكمل حياتها مع مات عادي وبيتجمعوا على الاكل ومن طريقة اكل مات كيت بتعرف انه في حاجة غلط وبتفهم ان شكل مات اللي قاعد قصادها ده يبقى شين ولكن اتمنى انه يبقى في شكل مات وان البيت اللي هم عايشين فيه ده هي القوضة اللي شين اتمنى ان القوضة تتحول للبيت بتاعهم ومات الحقيقي بيفوق ومش بيلاقي كيت وبيفهم لعبة شين فبيروح للقوضة المسحورة وبيلاقيها مقفولة وبيحاول يهد الحيطة وبيعرف يدخلها ولما بيدخل بيلاقي ان القوضة هي هي البيت بتاعهم وبيحاول ينقذ كيت من شين بس بيبقى فات القوان لان شين اعتدى على كيت ومات بيروح ينقذ كيت فعلا وكيت بتشوف اتنين مات قدامها وما بتعرفش مين الحقيقي لغاية ما مات الحقيقي بيديها علامة كيت بتجري على شين وبتزقه من فوق السلم كيت ومات بيلعبوا مع شين نفس لعبته وبيحاولوا يوصلوا للقوضة المسحورة بس ما بيعرفوش عشان شين اتمنى ان البيت يتحول لمتاها ولما بيفوق شين بيلاقي مات وكيت وبيروح ناحية مات عشان يقتلوا بس شين بيشوف مات وكيت الحقيقيين بيهربوا وبيعرف ان مات اللي اتقتل ده كان وهمي وبيقدر كيت ومات يخرجوا من القوضة المسحورة دي وبيروحوا لبيتهم الحقيقي بس شين بيخرج معاهم وبيبقى عاوز يهجم على مات مات بيفتح باب البيت عشان شين لما يهجم عليه يقع بره البيت ويموت وهو ده اللي بيحصل فعلا شين بيفضل بره البيت وكيت ومات بيدخلوا جواه وبيلاقوا شين وهو بيتحول لعجوز وبيموت وبيبقى رماد وبعدها كيت ومات بيسيبوا البيت المسحور ده وبيروحوا يريحوا عصابهم في فندق وهناك كيت بتكون مصدومة جدا لانها حامل وبتعرف انها بقت حامل من شين لما اعتدى عليها لان مات ما بيخلفش ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات اكتر لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة